فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا في رحلة نورانية مع اسم الله الغفار وكيف نفهم أسراره ومعانيه فضيلة الشيخ ما هي الذنوب القابلة للغفران وما هي الذنوب التي لا تغفر أبدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد الإجابة على هذا السؤال هي أن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا ذنب واحد فقط هو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي قولي تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا في ارتكاب الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله هي الجملة القادمة دي إن الله يغفر الذنوب جميعا وتلاحظ يعني لم يقل فالله يغفر الذنوب جميعا طبعا اللغة العربية هي اللي بتوزع المعاني كده لأني فالله يغفر الذنوب جميعا رغم أنه يعني ذكر أو يقول بس فالله يغفر الذنوب دي تفيد أنه سيغفر في أكثر من أدد توكيد هنا لكن يغفر الذنوب جميعا أعداب إن الله إن وجميعا ده بقى يعني أظني توكيد قطعي توكيد قطعي أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا ذنب يعلو على مغفرة الله أو يصعب على مغفرة الله سبحانه وتعالى لكن في هذه الآية لم يستثني الشرك لا لا ما لازم يعني القرآن يأخذ مع بعض مع بعض وعشان كده أنت لو خبأت الآية التانية دي أو ما حدش عرفها يغفر الذنوب جميعا حيتكون فيها الشرك حتى تبقى عاملة زي لا تقربوا الصلاة تقربوا الصلاة تيجي التانية بقى اثنين مع بعض معناها أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ذنب الشرك طبعا كلام كثير يوم القيامة سبحانه وتعالى قد يعني هو لا يخلف الوعد ده ما فيش يعني وعد الصالحين وعده كذا وكذا وكذا لكن قد يعفو عن الوعيد في وعد وفي وعيد الوعد إذا كان وعدا بالأعمال الفاضلة أو يعني العاقبة الحسنة وفي وعيد ده التعزار والتعقب بالعذاب أو يعني فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولكن يعفو عن وعيده لأن من شأن الكرام هكذا ودي صفة يعني حتى وإني أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي الكرم الإله فإذن الكرم الإله هذا مفتوح ومفتوح يعني لا أقول لك أنه لا باب له عشي يغلق طيب ماذا عن الكبائر يا مولانا؟ الكبائر فإحنا عندنا أجبنا عن أن الزنوب كل الزنوب تغفر ما عدا الشرك ما عدا الشرك سواء تاب في مذهب أهل السنة الواتسعين في المئة من العلماء المسلمين سواء تاب أو لم يتب يعني قد يغفرها له وهو لم يتب فإذن المعتزلاء يقولون أنه إذا لم يتب يجب أشوف كمان تعبير قاسي جدا لا يجب على المين اللي حيوجب ذلك يعني وكله وخلقه وقبض يديه سبحانه وتعالى فقالوا إذا لم يتب للعب خلاص هذا عاصي ومزنب ويجب على الله سبحانه وتعالى أن يعزب هذا العاصي وهنا تنشأ عندنا مسألة يعني خطيرة وخطرتها أنها يعني تخرج من دائرة الروقة العلم والتدريس إلى الشارع وهي مسألة مرتكب الكبير معروفة كده مرتكب الكبيرة اللي هو الكبائل اللي احنا قلنا عليها يغفرها الله ما عادة كبيرة الشرك ده حاجة تانية وده هو رأس الكبائر الشرك طبعا فمثل هذه الكبائر لو ارتكبها لعبد حكمه ايه؟ الديني نمازج عن الكبائر يا مولانا الكبائر يعني هي محددة ومن حسن الحز قليلة يعني يعني طبعا القتل عقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر